وزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم عقد اجتماع في وزارة الصحة مع رجال الاعلام وقادة المجتمع يوم السبت 7 سبتمبر 2024 للمناقشة تقييم القطاع الصحي خلال المرحلة الانتقالية وفي بنغور بعض الفيضانات التي تعرض لها المدينة يواجه سايقود درجات النارية او الكلاندومان تحديات بسبب تدهور الطريق مما يعيق قدرتهم على مزاولة نشاطتهم بشكل كامل النشرة المسائية السلام عليكم ومشل ما قلنا في العنوين وزير الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم والفنيين سووا اجتماع مع رجال الاعلام والمسائل هنا المجتمعات الاجتماع عن التبادل ده سووا في داخل الوزارة يوم السبت 7 سبتمبر 2024 والهدف منه ليسووا الحصيلة هنت القطاع الصحي في اثناء المرحلة الانتقالية وادارة امراض الكلا وسووا التغذية واضافة الى استراتيجيات الحكومة بهدف تعزيز النظام الصحي في تشات جعفر عمر ابو بكر والتقرير ده الغرض من اللقاء هنا تقديم النتاج والحصيلة هنت صحة قدام رجال الصحافة والعلام البخص بالامرات الضعيفة في النظام الصحي في تشات البروفيسور ابراهيم حمد اكد خلال مداخلته بكون مردنا الكيلة من الامرات القادمة بتأثر في النظام هنصح في تشات سببه 66% زيادة هندغط الدم ومردنا السكري وشروب وشربنا الكهول اي المريسي والمخدرات واستمالنا الدول من جنف الشوارع ومن اجل شان يستجيبوا ضد المرض ده وزارة هنت سيخطط استراتيجيات لتكلفة والرئاية المجان الساكل للامرات الكيلة في تشات لأننا نيني ويهننا كوزارة ما نقدر نواجه الصعوباتي ويهننا إلا بمشاركتنا والحمد لله الآن تشات عندها طباء وعندها آلات مستعدات حديثة بالنسبة للوباء الآن انتشر في أفريقيا هنا اليوم حسنا بهذه حاجة ظنناه نقدر نحلل هنا وندوك النتيجة في تشات ونشول إجراءات خاصة عشان نواجه الأمرات من جانب وزير نصيحة العامة في مداخل تأكد من جانب بخصوص مرة تنجدري الآن بزيد في كل الدول الجوار ولكن في تشات ما في أي حالة إصابة عبد الرحيم عبد المجيد عبد الرحيم محمد أكد بكون النزام نصيحة في تشات تتمتع بالمرونة ولكن تواجه كثير من الحنبول والتهديات ميشيل الفيدانات هنا الألام والوبا وأدم كفاية هنا الأمال في مجال هنا الصيحة ومن أجل نفذين الأمليات دي الوزير بطلوب مساعد هنا رجال الصحاف والإعلام ورجال التقليدين لزيادة التوئية وقوين النزام نصيحة في تشات المكتب التنفيذي المستقل هنا نقابة المعلمين في تشات يعني المطالبات رسميا في البيانة السواء في واحد بيان رغم الإلغاء هنا التصريح للمكتب الجديد هنا النقابة طبقا للوائح الصارمة هنا الجمهورية في تشات خليني تابع ترجمة الكلام هنا الرئيس النقابة جمهوديل فوستين في مكروفون هنا تشات انفو إذا كنا لا نعرف فإن إيصال الإيداع القانوني هو إجراء إداري له تأثير ويعمل كدليل يشهد على أن المستندات تم تسليمها بانتظام إلى مؤسسة في تاريخ محدود والتي بعد التحقق من الامتثال لإجراء للإجراء تصدر بها إلى الجهات المعنية وبحكم طبيعته ولا غرض منه من النهي القانونية فإن إيصال الإيداع القانوني غير قابل للإلغاء أو الإلغاء ما لم تتم ملاحظة بعد المواقف التي تتم مراقبتها بانتظام بما في ذلك الخطأ والإحتيال وعدم الامتثال الفيضانات التي سببت الخسارات في مدينة بونغور عاصمة إقليم موكي بي الشرق تأثير ووقفت النشاطات لنا حبيبا محمد والتقرير هنا في مدينة بونغور القلندو الأول تركب كثير من الناس الأيام تركب كثير من الناس مشيلي غنونتوغو فوربنبا وبرينة تركب كثير من الناس تركب كثير من الناس والمباراة النهائية للبطولة النسائية هنت الرافط لقورة القدم في أنجمينا خلاص كملت يوم السبت 7 سبتمبر 2024 وتحديدا في استاد هنا باري كونغو والمباراة دي بيجد بين الاتحاد الرياضي هنا مرسال وبين الملتقى الرياضي لقورة القدم النسائي والاتحاد الرياضي هنا مرسال فاز في المباراة جعفر عمر أبو بكر والتقرير المباراة دي بدأت بالحماس الشديد وجذب عدد كبير من المشجين هنا كرة القدم الخلام قادم بانستجموا مع المباراة في خلال المباراة دي أي واحد من الأكبات الاثنين كان لقى فرصة عن التهديف ولكن في النهاية كان تعادلوا بحدف لحدف في الوقت الأصلي الفاصل النهاية جاء في ضرباتنا ركلات الترجيح أي السنقل الرياضي الريكيب على رتروفا هنا لبالبال للسيدات فازت بخمسة هدف مقابل أربع هدف أما الجوائس الفردية اللائبة اسماو داماسو فازت بجائزة أفضل لائبة في البطولة وصلانش لرهنغام هنا اكيب ارفسي أحسن حداف سجل تزاتاشر حدف ومدرباتها كمان توماسية بيرترا أفضل مدربة وناجي هنالك لغا تكريم من اتين سالفا أفضل حارسة قردين هنمرمى في البطولة والبطولة هناليب البال هنالسيدات بدأ من يوم تلاتة جيه بمشاركة هنالتمانية أندية وفيما يخص الأخبار العالمية والمهمة والمقدمة من تلفزيون تشادي انفو مع الزميل محمد بدر الدين محمد في الكاميرون السلطات قادة بتتمنى البداية ان تلعم الدراسة الجديدة 2024-2025 تكون أجيلة وده تبدأ اليوم الاثنين يوم 9 سبتمبر 2024 لأنه بعد سنوات من الإضرابات والبرجلة المرتبطة بشكل خاص عن المطلبات الاجتماعية للمؤلمين وكذلك المطالبات والإضرابات الكاتيرة البقت في داخل حركة OTS عشان دا يتحمل الكاتير وعن الكاتير واليوم الاثنين بكون الدخول في اللامدارس وبالتان ما في أي نقابة تطالب إضراب أو يدخل في إضرابات هنالتعليم عشان دا من المتوقع المؤلمين يوصلوا إلى مواقعهم هنالخدمة 21 الناس كان كتلهم يوم الاهد يوم 8 سبتمبر 2024 بسبب إطلاق النار من قبل القوات تشيبي أسكرية دا في سوك مدينة تسنار بجنوب شرق سودان الشي دا بيجا بعد يوم من رفض الزوام الالبلاد لإنشاء قوات مستقلة من أجل هماية هنالمواطنين المدنيين والرئيس عبد المجيد تيبون الكان وليت واللمان دا كمال كان انتخابو من جديد للمرة الثانية في يولاية الثانية ودا بيجا أمس يوم 8 سبتمبر 2024 بعد الانتخابات اللي اتسمت بمشاركة منخفضة ولكن مرتفعة شوية بنسبة مع الانتخابات الفاتة عبد المجيد الرسمية عشان دا الرئيس الفرنسي إمانيوال مكرون قدم التهانية ومباركات الحر بمناسبة الإعادة عن انتخاب الرئيس الجزائري عبد المجيد التيبون اللي يكون رئيس لجزائر في الأم الماضي فاز بنسبة 94.65% من الأصوات ولا الفوت ومن الأدد الإجمالي الناس المسجلين الصوت 5.6 مليون و5.320 مليون من المسجلين دا الصوت للمرشي عبد المجيد التيبون مانات 94.65% من الأصوات دا لحسب العيلان القانس محمد شرفي رئيسنا الهيئة الانتخابية أعزائي المتابعين والمشاهدين وصلنا بالخبر لنهاية نشرتنا لليوم تلفزيون تشادي انفو وفريق عمل تشادي انفو اتمنوا لكم جميعا السلامة والصحة والعافية في رعاية الله اشتركوا في القناة